السلام عليكم متابعي قناة اتشي دي فيلم الكرام اثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة هتلاقي الرابط في اول تعليق ادخل للبيتز وتابعنا علشان توصلك كل حلقاتنا السيقة من ارسيف بيبدأ في الميناء واحنا سمعين الاستعاز بالله من الشيطان الرجيم وقراءة القرآن بصوت عزب بس فجأة بنلاقي الصدة جاي من معالج روحاني اسم قدرات وبنشوف الحالة اللي هو بيعالجها اللي بنكتشف انها ابنه الف وبنعرف انه مصب مس ملعون وبرغم محاولات قدرات بانه يسيطر عليه الا ان طاقة الكيان الملعون ده بتكون اقوى منه وبيستحوز الكيان بشكل كامل على الطفل وبنشوفه وهو في الهوى وبيتوعد لقدرات بانه هيخليه عاني طول حياته وبنلاحظ استنجاد الف والاب بيحاول يساعده بس بيفقد الف حياته ما بين ايد قدرات وبيفضل قدرات يصرخ من حزنه على فراء ابنه وبيقول جملة غريبة وهي السؤل عدو الله وبتمر السنين وبنشوف قدراته هو في السجن ومعه رجو المسن بيقوله ان صلاة الفجر فيها القوت والحلول كلها فبيقطع قدراته بيبقى بين عليه اليأس والحزن من وقت موت ابنه بس المسن بيحاول يفهمه انه المسجون الوحيد اللي اخد اعفى وهيخرج قبل مدته لكن برضو قدرات بتكون بين علينا دبات الماضي الاليم وبيعرفه انه ما طلبش يخرج اساسا من الجحيم اللي عايش فيه وده لانه مالوش اي حد يستناه بعد ما راح ابنه وزوجته وفجأة بنلاقي قدرات بيودع الصورة اللي عيلته فيها وبيجي الحارس يشده بالجنزير من رقابته وبيفضل يسحله في الارض لغاية ما بيدخله للقوضة وبيعلقه بالجنزير من رقابته في السقف وبنكتشف ان الكيان الشيطاني هو اللي مسيطر على الحارس وبيفكروا بالوعد اللي وعده له وهو انه هيعيش طول حياته في جحيم وبيفضل قدرات يقاوم ويلعن اسم اسولة لغاية ما بيجي باء الحراس وبينقذوه ولكن بيكون فات الاوان والتفز قدرات انفاسه الاخيرة وفجأة بيلاقي نفسه في صحراء فضية ولابز زي الاحرام وحاوليه صوت الازم من كل مكان والصحراء بيتمحي منها جزء علشان يسجد فيه للخالق وفعلا قدرات بيعمل كده وبيتوسل لربنا فبيحصل تقلبات هوائية غريبة وبيفتح عينه وبيلاقي نفسه في الكفن وبيحس طبعا قدرات بالخف والزعر وبنفهم انه اخد فرصة تانية للحياة والكيان الملعوم ما انتصرش عليه ومن بعد ما كان بعد عن طريق ربنا الا ان باب التوبة مازال مفتوح وبيقرر قدرات انه يرجع لقريته بس في الاوتوبيس بنعرف انه قدرات مش بس معالج روحاني ده بيقدر يشوف كائنات العالم الاخر وده بنلاحظه لما بيلاقي طفلة صغيرة بتعيط وبتصرخ وبيبقى باين عليها انها مخدوضة وبعد ما بيحصل نفسه بالقرآن بينزل من الاوتوبيس وبيشوف شبح واحدة فعلا في العربية وعلشان كده الطفلة كانت بتصرخ ولما بيقرب قدرات من قريته بيلاقي بيت طالع منه سريخ بنت وبيتأكد ان البيت ده فيه كيان مخيف فبيرجع من تاني علشان يروح لبيت معلمه واشيم وبيشوفه اهالي القرية وبيشبهه عليه وبندخل لبيت البنت اللي بتصرخ اللي بيكون اسمها جيهان وبنشوفها وهي بتتعذب واهلها مكتفينها لانها بتعاني من مس ملعون هي كمان وفجأة بنلاقيها بتستغيث بولدتها وكأن الكيان اللي جواها مكتف روحها وفي صراع ما بينهم علشان تتحرر منه ومرة واحدة بيسيطر عليها الكيان الملعون من تاني وبتخبط دماغها في لوح الخشب اللي مربوطة فيه وللأسف بتخلص على نفسها وبنروح لبيت معلم قدرات اللي بيكون اختلف خالص وبقى فيه شباب كتير بيتعلموا فنون الدفاع عن النفس وأخيرا بيظهر جعفر صديق إلف من زمان والمساعد الشخصي للمعلم ولما بيوصلوا لقودة المعلم بنكتشف انه بقى مريض وما بيفرقش السرير وبيبدأ يحكيله جعفر انه تصب الوهن لانه يوم وقعت إلف ابنه فضل يقيم الليل ومرتحش ولو ساعة وحدة والنهار بيستغلوا بالصلوات وحلقات الزكر لحد ما في يوم ناموا مقدرش يقوم من تاني ومن وقتها ابتدت القرية تعاني من الفيضانات وانتشار الأمراض وتقريبا بنفهم ليه كان المعلم واشيم شبه معتكف وده علشان يمنع خطر كبير يحصل للقرية ولكن بسبب كبر سنه مقدرش يكمل لوحده وكان أضعف من الكيان الملعون وبيبدأ جعفر يولوم قدرات وبيقوله إيه الزنب اللي عملوا في حياته اللي خلى الكيان الشيطاني يستحوز على ابنه وقريته كلها تتدمر بسببه في نفس الوقت ده بنروح لبيت مونا وبنشوفها وهي بتتكلم مع ابنها إلف اللي بيكون على كرسي متحرك نتيجة حدثة كان فيها مع والده اللي للأسف مات وبيسألها إلف عن أخته علشان عايزها تلعب معاه لكن الأم بتعرفه إن أخته هتتأخر فبنلاقي بيرد عليها رد غريب وبيقول لها إنه هيروح يلعب مع بابا وفعلا بيدخل للقوضة وبتسمع مونا صوته وهو بيتكلم مع والده وفجأة بتدخل عليه وبتلاقيه فتح الدولاب وبيتكلم جواه وبيقول لها إنه كان بيلعب مع بابا بس بتقطع كلامهم أشا أخته لما بتوصل وبتبلغها والدتها إن جهام ماتت للأسف فأشا بتتعصب جدا على والدتها لأنها ما كانتش مرجاحة إنهم يعملوا لها حلقات ذكر أو معالجة بالتقوص الدينية أو حتى التعويز لأنها مريضة نفسيا في نفس الوقت ده بيبقى إلف بينجازب للدولاب اللي بيسمع فيه الصوت وبيبقى خايف منه جدا وفجأة الكرسي اللي عليه بيسحابه ببطء ومرة واحدة بيسمعه صوت إلف وهو بيصرخ وبيجرع عليه وبيلقوه واقع على الأرض فبياخدوه على السرين على طول وبتفضل أشا جنبه لغاية الصبح لأنه بيصاب بحما جديدة ولما بيجي معاد مدرستها بتقعد الأم معا بدلها لكن بيتخضي إلف أول ما بيلاقي إن الدولاب مش موجود وبيسأل والدته عليه فبتعرفه إنها نقلته لقضة المغزن وبيتحول إلف وبيكون عنيف جدا ونظراته مش طبيعية ومن ناحية تانية بيبقى قدرات في خلوة وبيذكر ربنا بس فجأة بتيجي رياح شديدة شبه العاصفة وبيبقى قدرات حاسس إنها مش مجرد هوا شديد والسلام في نفس الوقت ده بيبقى إلف اختفى وقاشى ومونة بيدوره عليه لغاية ما بيلقوه في المغزن اللي فيه الدولاب وبيبقى زي المرة اللي فاتت بيتهيق له إنه بيتكلم مع والده بس الأم بتنفعل عليه وبتأكد له إن والده مات فمرة واحدة بتلاقيه لف ليها وعينه كلها شر وصوته متغير وبيهددها إنها ما تتكلمش عن والده بطريقة وحشة تاني وبيحدفها لبعيد وبيجيب أداة حادة وبيبقى عايز يخلص عليها وطبعا هنا بنتأكد إن إلف هو كمان صابه نفس المس إن الكيان الملعون وبعد محاولات كتيرة بتقدر تهرب الأم وبتقفل باب المخزن عليه وبتطلب من آشا ما تفتحش الباب لي وبتروح على بيت جعفر علشان يساعدها لكنه ما بيكونش موجود فبتطلب من قدرات المساعدة بس ما بيرضاش لكنها بتفضل مصرة فبيضطر يروح معاها في الوقت ده بيبقى الكيان مستحوز على إلف وبيحاول يأثر على آشا علشان تفتح له الباب وبيفكرها بيوم الحادثة اللي حصلت ليه هو والدهم وبنكتشف إنها كانت تيوم عيد ميلاد آشا ولإنها تأخرت عن البيت لإنها كانت بتحتفل مع أصحابها من غير ما تقول لأهلها فقلقوا عليها جدا وراح الأب ومعاها إلف علشان يجيبوها وعملوا حادثة في الطريق فالأب مات وإلف جاله شلل للأسف وبيفضل يلومها لإنها السبب في اللي حصله لغاية ما بتتعصب جدا وبتكسر الإفل وأخيرا بتدخل وبيبقى الكيان المستحوز على جسم إلف موجود في الدولاب وهي سمع صوته بيقول لها لو بتحبيني رجعيلي رجلها وفجأة بيخرج من الدولاب وبيصحابها الجواه وكأنها دخلت عالم موازي ورجعت للماضي وتحديدا يوم عيد ميلادها وبنشوف الأب والأم وإلف وهم بيحضروا لها مفاجأة علشان عيد ميلادها وأول ما بيشوفوها دخلت عليهم بيهنيها الأب بعيد ميلادها وطبعا زي أي بنت فقدت والدها بتتمنى تشوفه لو حتى في أحلامها فبتجري عليه وهي ملهوفة وحزينة لإنها عارفة إن ده مجرد حلمه هيخلص وما بتكونش عاوزة تسيب حضنه وكأنه جت لها الفرصة إنها تودعه من تاني بعد ما اختفى من حياتها على غفلة وبنيجي للحظة تقطيع الطرطة وبنتشف إن أاشا فقد وعيها في الدولاب وبتقطع إيديها وفي العالم الحقيقي إلف بيشجعها إنها تقطع إيديها أما العالم الوهمي بتلاقي الأب والأم بيجبروها إنها تقطع الطرطة مع إنها بتكون حاسة بالألم وزي ما توقعنا الأب بيكون هو أساسا الكيان الشيطاني ولكن متجسد في هيئة أقرب شخصي لها وبيقول لها إنها لو ما أطعتش الطرطة مش هتشوفه تاني وفي العالم الحقيقي بتبقى أاشا فعلا بتفقد حياتها وبتصرخ من ألم أطع إيديها بس الحسن حظها بيوصل قدرات في الوقت المناسب وبتختفي أاشا من العالم الوهمي فورا وبتبعدها الأم عن أخوها وبيطلع إلف من الدولاب لقدرات اللي بيحس بالزعر أول ما بيشوفه وبيسأله عن هو مين وفجأة بيقدر إلف يقف على رجليه وقدرات بيستعيز بالله وبنتصدم لما بنلاقي الكيان الملعون هو اللي بيتكلم في جسم إلف وبيسخر من كل بني آدم وبيقوله إنكم بتذكروا اسم الله لكن ما عندكوش زرة إيمان بيه وبتركعوا لي ومش مصدقين قوته لأن لو أمنتوا بيحق إيمانه ما كانش ده هيبقى وضع بني آدم وبيدخل معاه في معركة وبيكون عاوز يخلص على قدرات لكن قدرات بيبقى إيمانه قوي وبيردد آيات الفتحة ومع كل حرف بيقوله بيتعذب إلف وبيبدأ يخرج من ضعفه وبيقوله إنه بيعبد الشيطان وبيأكد له إنه كل بني آدم مصرهم في يوم يكونوا في طبقة جهنم لكن اللي تحتهم لأنهم أقل من عشرتهم وبيبدأوا معركة من تاني بس المرحلة دي قدرات بيقدر يسيطر على إلف وقبل ما الكيان بيمشي من جسم إلف بيقوله إنه حتى لو سابه هيجي اللي أقوى منه وهيدمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحكاية لسه ما خلصتش وبيقع إلف أخيرا على الأرض بعد ما بيتعالج وفي وقت تاني من نفس الليلة بنشوف قدرات على الجبل وفجأة بيلاقي قدامه كائن شكله أقرب للكلب لكن في منتهى البشاعة والوحشية وبنعرف من قدرات إن ده يبقى أسولة وبيقع للأسف من فوق المنحدر ومن ناحية تانية بيبقى إلف ما زال بيعاني من المس وبعد كده بنشوف جعفر وهو واخدهم علشان يعالج إلف وقدرات بيحاول يوقفه وأخيرا بنعرف إن أسولة يبقى سليل الشيطان وبيفضل قدرات يقنعه إن الشئ ده أكبر منهم لأنه بيتغزى وبيكبر على قلة الإيمان والجن اللي طرده من شوية كان مجرد واحد من أتباعه وبينفعل على جعفر وبيقوله إن ده يبقى السليل الكافر اللي خلص على ابنه بس جعفر بيرفض مساعدته وبيقوله إنه مش هيسمح له ينهي حياة أي حد تاني بسببه وبيعتبه وبيعرفه إنه لو بص القلبه هيلاقيه عاوز ينتقم لحق ابنه مش بيعالج بإسم الله وعلشان كده تغزق أسولة على قلة إيمانه ورجع بقوة الجسم إلف فللأسف ما بيعرفش قدرات يرد عليه وبنيجي التاني يوم بعد ما خل الصلاة بيشوف أشا اللي بتبقى يأسى تماما لكن بيطلب منها قدرات إنها تستغفر ربنا لأنه هو ده اللي الشيطان عايزه فبتعرفه أشا وهي بتبكي إنها كانت السبب في تدمير حياة أقرب شخصين لها بس ما بيقتنعش قدرات بكلامها وبيأكد لها إنه ما كانش أصدها وبيعرفها إن كل شيء وحش أي إنسان عامله هيبقى لي عواقب لكن عقلنا كبشر ما بيقدرش يوصل لحكمة ربنا في أي حاجة إلا لو فعلا ربنا هو اللي عاوز يوضحه لنا وبيكمل وبيقول إن كل اللي على بني آدم إنهم يستغفروا طول الوقت من زنوب فكرينها وزنوب منسية وبيقطع كلامهم والد جيهان وبيزعق مع قدرات على أساس إنه من رجالة جعفر وبيلوموا لأنهم انتهازيين وبنعرف إن جعفر للأسف مش بيعالج أي حد مصاب بالمس غير بفرض أتاوى معينة من قطع أرض أو ممتلكات وبيبقى فاكر إن قدرات مشترك معاه وبتحصل مشدة ما بينهم اللي بتنتهي للأسف بإن والد جيهان بتنهي حياتها فبيروح بعدها قدرات على بيت جعفر وبيشوف عيلة إلف وهم فرحنين برجوعه ليهم وعلاجه ولما بيسألوا على موضوع الأتاوى بينكر جعفر إنه بياخد أتاوى وبيعرفه إنه مش بيغصب على حد أي حاجة واللي عاوز يعالج لازم يدفع وبيقوله إن مدة إقامته عندهم خلصت ولازم يمشي ومن ناحية تانية بنشوف مونة بعد ما النور قطع وراحت علشان تشوف العطل منين بس مرة واحدة بيتهجم عليها أسولة اللي تهجم على قدرات قبل كده وبيقدر إنه يدخل جواها فبتوصل مونة للبيت وبتؤمر أشا إنها تروح لقدرات أو جعفر وتجيبهم وبتبقى مونة في صراع داخلي وروحها محبوسة في جسمها ومش عارفة تتحكم في تحركاتها لإن أسولة هو اللي بيحركها في الوقت ده بيكون قدرات جنب المعلم واشين بيودعه وبيسمعه بيتكلم بصوت واتي جدا وبيقوله جعفر والأصنام بس رجال الجعفر بيأمروا إنه لازم يمشي حالا فقدرات بيهودهم لكن بيقدر يضربهم كلهم ويتخلص منهم وبيروح على بيت جعفر والصدمة هنا لما بيسمع صوته وهو بيقول التعويز اللي بيتواصل بيها مع الشيطان وللأسف من ضمنها بيكون اعتراف منه بإنه بيعبد الشيطان فبيتتبع قدرات الصوت وبيدخل فعلا وبيلاقي جماجم كتيرة وريحة قبيحة جدا وده طبعا لإن جعفر هو اللي بيقدم القرابين للشيطان فبينده عليه قدرات بالكافر وبتبدأ بينهم المعركة وأثناء الضربات اللي بيسددوها البعض بنكتشف إن جعفر كان دايما بيذكر اسم ربنا لكنه مفيش مرة قرأ آية واحدة أو رددها في علاجه وبيعرفوا إنه مضحكش على حد والعلاج كان قصاد الأهالي وكان ليهم وجه الحق إنهم يعترضوا لما يلقوا بحاجات تانية بعيدة عن القرآن والسنة ولكن ضعف إيمانه وموسيقاتهم في قوته طبعا وأكيد فهمنا إنه هو اللي كان بيساعد أتباع أسولى بأزية أهل القرية علشان يستولي عليها بالأتاوة وبيبدأ يهدد قدرات بإنه يتبعه ويعبد مع الشيطان وإلا هيخلص عليه ويقدمه قربان فبيقوم قدرات وهو بيستعين بقدرة ربنا وبيردد آيات الاستعانة وبيفضل يكرر إياك نعبد وإياك نستعين وفعلا بيقدر قدرات إنه ينتصر على جعفر وفي الوقت ده بتوصل أشا وبتتصدم من اللي بتشوفه وبيروح قدرات معاها زي ما طلبت والدتها منها وبيكتشفوا إنها حرقة الكرسي المتحرك بتاع إلف وكمان دفنته حي تحت الطراب وبنلاقي أسولى بيتكلم في جسدها وبيقوله إنه جات له نبوءة إن في أشخاص من أمة محمد هيقدروا يسيطروا عليه بقوة إيمانهم وفي كل مرة بيحاول يتغلب على قدرات ويقلب إيمانه للأسف بيفشل وبيقول وهو متدايق إن بني آدم بيجي لهم الفرصة دايما في التوبة وهو مع غلطة واحدة انطرد هو وأتباعه من رحمة ربنا وبيهجم عليه زي هجوم الكلب بالزبط وبيحاول قدرات إنه يكتفه بالقرآن ويردد الآيات لكن فجأة بيحس قدرات بإن لسانه متكتف وروحه متأيدة وكأنه حاسس بالجاسوم ومش عارف يتحرك وبيفضل يقامه لكن بنلاقيه بدأ يلهز زي الكلب على وش قدرات وبيكون عمل كده علشان ينجسه وينقضه ضوءه بس بيحدفه قدرات لبعيد وبيمسح وشه بالرملة اللي على الأرض علشان يتطهر فبيخفأ سولة وبيفضل يتحرك بسرعة علشان يشتت قدرات ويركب على ظهره وبيقوله إن مهمته الأولى والأخيرة هي رجال الدين إذا مقدرش يقضى عليهم هيدخل جواهم ويمنعهم من الصلاة والطهارة بس فجأة بيقوم قدرات وبيبعده عنه وبيقوله إنه مش هيسمح له يستهزئ بآيات الله أو يحسسه إنها ما بتعذبوش وبيفضل يردد في آيات القرآن واسم الله الرحمن الرحيم وبيطير بيه الفوق علشان يخوفه لكن قدرات بيفضل مستمر ومستعين بالله لغاية ما فعلا بيخرج من جسمها وبنشوف مونة وهي قاعدة وبيعيطه على إلف اللي الدفن حي فبيروح قدراته بيحفر بإيده بسرعة لكن اللي بيطلع هو إلف ابن قدرات وكأنه نبش أبره بإيده وبنلاقي إلف بيترجاه إنه ما يسيبهوش للظلام من تاني وبيتوسل لي علشان يجي معاه ويعيشوا كلهم مع بعض زي زمان فبيمسي قدرات إيده وبيخليه فعلا إنسان حقيقي وبيحضنه وهو بيعاية وبيبكي جدا وبيقوله أستودعك عند الرحمن فبيزقه إلف لأنه بيحس إن والده هيسيبه تاني وفجأة بنلاقي قدرات بيقول إن لله وإنا إليه راجعون ابني كان أمانة وربنا استردها فبنتصدم لما بنكتشف إنه فعلا مش إلف وبيصرخ في وشه بعد ما تحول وهو بيقوله إنه إنسان ملعون بس قدرات بيقدر إنه يهدده بعقاب الله لي في الآخرة وبيخرجه من جسم إلف وبينتهي في المنى أخيرا والمعلم واشيم فاء من غيبوبته اللي كان جعفر السبب فيها طبعا وبيعرفنا قدراته اللي حصله من الشيطان إن اللي استعانى بالله والتمسك بالإيمان سيمات أساسية لكل مؤمن وزي ما وعد الشيطان كان إنه هيغوي كل بني آدم علشان يدخلوا النار فوعد ربنا كان أكبر وهو بيعرفنا إن باب التوبة دايما مفتوح وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتشي دي فيلم ترجمة نانسي قنقر